يسأل يقول ما حكم الطير المشبك طبعا أنا سألت الأخي أبو علي ماذا تقصد بالطير المشبك قال الذي يصيد بمخلبه أخي أبو علي بارك الله فيك بالنسبة للطيور التي تصيد بمخالبها حرام أكلها وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن كل ذي مخلب من الطير فكل طير يصيد بمخلبه كالنسر والصقر والعقاب وبقية الطيور الكواسر هذه لا يجوز أكلها محرم أكلها و للزيادة للفائدة أعطيك يا أبو علي لك و لإخوان المشاهدين و أخوات المشاهدات أعطيك ضوابط في قضية ما يحرم من الأطعمة ما يحرم من الأطعمة طبعا الأصل في الأطعمة الحلوة الجواز و الإباح هذا هو الأصل الأصل في الأطعمة كلها الحلوة الجواز و الإباح إلا ما جاء الدليل بالنهي عنه بتحريمه منها أولا كل ذي ناب من السباع يحرم أكل كل ذي ناب من السباع بمعنى أن كل حيوان له ناب و هو سبع يحرم أكله لا بد من وصفين له ناب يصيد به و هو سبع بمعنى يعد على الناس و يعد على فريسته هذا الأمر الأول الثاني كل ذي مخلب من الطير كل ذي مخلب من الطير مثل ما ذكرت لك الآن أي طائر يصيد بمخلبه فحرام مثل النسر و السقر و الشاهين و العقاب و بقية هذه الطيور الثالث كل ما نهى النبي عليه الصلاة و السلام عن قتله يحرم أكله كل ما نهى النبي عليه الصلاة و السلام عن قتله يحرم أكله و من ذلك النملة و النحلة و الهدهد و السرد و كذلك الضفدع هذه كلها نهى النبي عليه الصلاة و السلام عن قتلها فكل ما نهى النبي عليه الصلاة و السلام عن قتله يحرم أكله الرابع كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله فإنه يحرم وأكله وقال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والعقرب والحية والحدأة والكلب العقور طبعا الكلاب الأصل أنها هذه محرمة فكل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله يحرم أكله يحرم أكل الحيات والعقارب والغربان و الحدأة و هو طائر معروف و هذا الحدأة طائر يعني فيه شر خاصة للمسافرين يعني يهجم عليهم و ربما فقع العين و الفأرة كذلك يحرم أكلها الخامس كل ما جاء النص بحرمته و لو كان مباحا في الأصل يعني مثل الحمار الأهلي النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر حرم الحمر الأهلية و أمر بإكفاء القدور و كانت تغلي بلحم الحمر الأهلية و كذلك الميتة و الخنزير قل إنما حرم نعم الميتة و الخنزير الميتة و الخنزير و الدم المسفوح أو دم مسفوع هذه كلها مما حرمه النص الشرعي جاء التحرين في الكتاب و في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم